السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبابي ومتابعي ومشاهدي عالمنا عالم الزراعة الممتع طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اليوم هنتكلم على موضوع كتير مهم وكتير رائع وشيق وهذا الفيديو خاصة هنحتاجه في ما بعد في كل زراعتنا أو بنحتاجه كتير وخاصة المبتدئين في عملية الزراعة اليوم هنتكلم على تكوين التربة الزراعية أفضل تربة زراعية بتقدر تصنعها ببيتك وانت بكل سهولة وبساطة هاي قبل ما نتعرف على مكونات التربة الزراعية فلازم نعرف إيش هي خواص التربة الزراعية وبعض معلومات عن التربة الصالحة للزراعة وأول حاجة بنسأل حالنا هل التربة الزراعية لها مدة صلاحية؟ فهذا سؤال كتير مهم وكتير لازم نعرف التربة الزراعية نعم لها مدة صلاحية إذا ترقناها وأهملناها فبالتالي تكون العناصر الغذائية اللي فيها تكون خلصة ما بتعطي للنبات فيما بعد الغذاء ولا ينفع فيها نبات لأنها بتكون تربة فقيرة ولا تصلح للزراعة وبالتالي تأتي بها الأمراض مثل تعفين النباتات وبعض الأمراض الأخرى وبتكون تربة فقيرة جدا فلا تصلح للزراعة إلا إذا ما اعتنينا فيها ودائما كيف نعتني في التربة حتى تكون صالحة للزراعة بطريقة جيدة وبطريقة دورية بدون أن نغيرها وبنفس التربة ففي بعض الخطوات المهمة اللي لازم نعتني في التربة بعض الخطوات هي بعد كل زرعة بنجيب نضيف السماد البلدي إذا كانت التربة في الأرض أو التربة بنعطيها السماد البلدي حتى يزيد العناصر العضوية فيها ونعطيها السماد الكماوي فنتعرف على كيف نكون تربة زراعية صالحة للزراعة تطول معنا لفترة طويلة هو بنجيب مثلا كمية من التربة العادية أو التربة اللي بنشتريها من المشتلة أو بنجيبها من المشتل فبنجيب مثلا أوار زي اللي احنا شايفينه قدامنا أوار بيكون أوارين مليئين بالطراب العادي أو التربة العادية وأوار مليئ بالرمل الصويلح أوار بيكون مليئين بالبطمس لتخفيف التربة أو نصف أوار بيكون فيه الزبل البلدي حتى نحافظ على التربة تكون غنية بالمواد العضوية وزي ما احنا شايفينه قدامنا يعني طريقة تركيبة التربة بتكون اتنين في واحد في واحد في نصف يعني اتنين تربة عادية اتنين يعني مثلا لو أورين أو يعني الكمية بيكون مثلا مضاعفة أكتر إشي بيكون لو أورين مثلا نفترض أورين زي ما احنا شايفينه قدامنا أورين تربة عادية او الطراب اللي بنشتريه من المشتل او بنجيبه من اي تربة عادية ونجيب اوار يعني نصف الكمية بيكون اوار من رمل الصويلح لتكون التربة فيها مسامات والتربة تكون جيدة التصريف ونصف اوار بيكون الزبل البلدي او مخلفات الحيوانات بيكون زبل معقم يفضل يكون زبل المعقم حتى يكون خالي من الحشائش حتى لا نعاني من الحشائش فيما بعد وبنجيب اوار بيكون فيه البطمص وان شاء الله بنعرفكم كيف نصنع البطمص في البيت في فيديو اخر ان شاء الله بس هلا خلينا نجيب المكونات بتاعتنا زي ما حكينا ونجيبها ونقلبها ونخلطها على بعض حتى تتجانس كلها مع بعضها البعض وتكون تربة متجانسة بتقليبها زي ما احنا شايفين قدامنا في الفيديو بنكون بنبضل نقلب فيها حتى تكون متجانسة تمام وبالتالي بتكون تربة جاهزة للزراعة مية في المية وتكون صالحة لاغلب النباتات اللي تقدر تزراحها سواء كانت داخلية او خارجية بيكون تربة خفيفة جيدة الصرف ممتازة ورائعة جدا تصلح لجميع النباتات وبطريقة سهلة جدا ورائعة وأتمنى أن تكونوا استفدتوا بهذه الطريقة وهذه المعلومات وتجربوها حتى تستفادوا منها وبهذه الطريقة بيكون عندك تربة صالحة لفترة طويلة لأنها فيها المواد الأضوية وفيها المواد التي تساعدها على تصريف المياه وهي الرمل الصويلة وبتكون فيها كمان البطمز لتخفيف التربة إذا زرعناها على أسطح أو الأرفف فبتكون تربة خفيفة والطراف فبيكون تربة ممتازة مية بالمية وأتمنى أن أكون قدمت لكم معلومات مفيدة على هذا الموضوع وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر ولا تنسوا الصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد دمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر